ما تقلقش من اللي بيلوم ويعاتب ما تخافش من اللي بيشتكي ويطالب ما تزعلش من اللي بيعترض عليك ويتعصب معاك لك ينقلق وخاف لإنك هتزعل من اللي ساكت اللي سايبك تقول وتعمل اللي على مزاجك اعمل حساب للي كان شايفك وانت واخد حقه وجاي على حقه وهو عامل فيها صامت الشخص الكتوم ده تقلق منه لإنه لما يرد عليك هيخرسك الشخص الساكت ده تخاف منه لإنه لو قام عليك مش هيرحمك الشخص ده اللي انت شايفه زوق ومؤدب ردت فعله مش هتعجبك أبسط ما فيها إنه هيقضحك أيوة يقطع علاقته بيك تماما ما هو كان مستحملك وبيخزن جواه وانت سايق فيها كان ساكت وما بيردش وانت فاكره ضعيف وهيعديها بس أصدقني الزوق والاحترام مش ضعف المعروف والأصول مش خوف المؤدب والملتزم اللي عارف العيب والغلط وما بيعملهمش مش سهل هتتفاجئ بيه لما تلاقيه باعد فجأة وبلا رجعة لما تلاقيه غاب فجأة ومن غير وداع وكأنه عملك دليل شالك تماما من حياته هتتفاجئ لما تلاقيك فجأة خسرته خسرت اللي افتكرت إنه هيفضل متحملك عشان هو مؤدب وساكت خسرت اللي افتكرته ضعيف وخايف وهو ساكت خسرته ونسيت إن قليل الكلام مش ضعيف والساكت مش خايف ده بس كان بيجمع عنده كل اللي بيوجعه منكم كان بيسجل جواه كل اللي يخليه بسهولة يبعد عنكم علشان يفكر نفسه بيه ومايفكرش لحظة إنه يرجع لكم حتى لو تأسفتوله مش هيسمع أسفكم حتى لو ندمتم عليه مش هيفرق معنا دمكم وحتى لو حاولتم عنه يرجع مش هتفيد محاولاتكم لإنه خلاص ما بقاش شايفكم ولا سمعكم ولا فارق مع وجودكم عرفتم ليه كان لازم تخافوا من الساكت الحمول المؤدب المحترم المهزب عشان ردة فعله صحيح بتكون متأخرة بس بتكون ردة فعله في الغالب مش متوقع اللهم إنا نحمدك على ما مر بنا وتجاوزناه بسترك ورغم ما كان فيه من تحديات هانت بفضلك ورغم ما كان فيه من أزمات مررت بكرمك ورغم ما كان فيه من صعوبات لانت بأمرك ورغم ما كان فيه من مشكلات ولت باستخاراتك ورغم ما كان فيه من فقدان خفافه لطفك ورغم ما كان فيه من خزلان عوضنا عنه حبك ورغم ما كان فيه من نكران عمرتنا بعده بإحسانك ورغم ما كان فيه من نسيان ذكرت فيه هباتك الحمد لله على الحمد لله وقوفا على بابك أشوفكم النفح الجاية وكل خير طيبيني